اشتركوا في القناة وقد حضر الحفل السيدة سيفانيا الجينيني المدير العام للمساعد لقطاع التعليم بمنظمة اليونسكو وكبار مسؤولي المنظمة ووزارات التربية والتعليم في دول العالم تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم اقيم حفله تسليم جائزة اليونسكو الملك حمد لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم وتهدف هذه الجائزة التي تقام هذا العام بنسختها الخابسة عشرة إلى تكريم الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي تعتمد أفضل الممارسات والاستخدامات المبتكرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال لتعزيز التعلم والتعليم والأداء التربوي بشكل عام تحقيقا لأهداف منظمة اليونسكو على صعيد توفير التعليم الجيد والشامل والمنصف للجميع وألقى سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم كلمة مملكة البحرين في الحفل حيث نقل فيها تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتهانهما للفائزين انا اعجاب لكم منظر الطعام من الملكي وضع المنصف للتعليم انا اعجاب لكم منظر الطعام من ملكي وضع المنصف للتعليم وقد قام سعادة وزير التربية والتعليم والمدير العام المساعد لقطاع التعليم بمنظمة اليونسكو بتسليم الجائزة للمشروعين الفائزين في الجائزة في دورتها الخامسة عشرة وهما مشروع ربط النقاط محو الأمية الكربونية القائمة على البيانات المقدمة من رابطة معلمي مدارس جوغو في جمهورية كوريا ومشروع ايديكو نيت امباكت المقدمة من قبل مجموعة من الباحثين في جامعة مونس بمملكة بلجيكا تشرفت اليوم بحضور حفل تسليم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم طبعا وسط حضور غفير جدا من مختلف المسؤولين والخبراء تابعين لمنظمة اليونسكو والمهتمين ايضا بهذا الجانب طبعا لدينا فائزان هذا العام من كوريا الجنوبية ومن بلجيكا وطبعا المشاريع التي تم اختيارها من بين عدد كبير جدا من المشاريع من دول حول العالم تقدموا للمشاركة في هذه الجائزة هي مشاريع طبعا تخدم التعليم في مصلحة التخضير والعناية في البيئة طبعا جائزة جلالة الملك حفظه الله هذه السنة الخامسة عشر لها حققت طبعا الكثير من الانجازات فيما يتصل بامتداد هذه الجائزة في مختلف أنحاء العالم طبعا تشرفنا اليوم بتسليم الجائزة للفائزين وطبعا نقلنا تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وسيدي صاحب السنو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى المسؤولين في منظمة اليونسكو وللفائزين وإن شاء الله سوف تستمر وزارة التربية والتعليم في التنسيق مع منظمة اليونسكو لتنظيم النسخة القادمة من الجائزة وطبعا من دون شك سوف تتنوع المواضيع المطروحة من خلال هذه الجائزة حتى تخدم أكبر قدر ممكن من المهتمين بالتعليم وفي نفس الوقت تكون المشاريع الفائزة بهذه الجائزة مشاريع تخدم العملية التعليمية وتحقق وصول أكبر للتعليم في مختلف أنحاء العالم وبهذه المناسبة أكدت السيدة ستيفانيا جيانيني المدير العام المساعد لقطاع التعليم بمنظمة اليونسكو أن الجائزة تعد مثالا لأهمية اتساق الجهود والتوجهات بين المنظمة والدول الأعضاء بها في مجال التعليم الرقمي مثنية على جودة المشروعين الفائزين بالجائزة في نسخة العام 2023 وأهميتها بالنسبة للعملية التعليمية والمجتمع المدرسي أعتقد أن الجائزة تمثل رمزا مهما للتعاون بين دول الأعضاء ومؤسسة اليونسكو لتعزيز قوة التعليم خصوصا في مجال التعليم الرقمي وهذا العام هو الخامس والعشرون على تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم نريد أن نهنئ جلالته أيضا بهذه المناسبة هذا وقد تم التركيز على التعليم الرقمي المستدام والفائزان الاثنان من كوريا الجنوبية وبلجيكا لديهما مشروعان جميلان وشكلان نتيجة حسنة للغاية لتقدير قيمة المعلمين والباحثين وأتمنى أن يكون أمامنا عشرون عاما قادما لتحسين جودة عملنا تعد هذه الجائزة اليوم من أهم الجوائز المتخصصة في مجالات استخدام التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم وأنا أقوم بإدارة هذه الجائزة منذ ما يزيد عن عشر سنوات ووفقا لخبراتي فإن الجائزة نظرة مستقبلية سباقة قبل خمسة عشر عاما لم تكن مجالات استخدام التكنولوجيات المعلومات والاتصال متعارف عليها أما اليوم فهناك اهتمام متزايد بين الجميع حيث أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم من أكثر المجالات أهمية وقد وفرت مملكة البحرين خلال السنوات الخمسة عشر الماضية دعما فنيا نتج عنه تكريم ما يزيد عن ثلاثين مشروعا متميزا من حول العالم ويجب الاعتراف بالدعم المميز الذي تقدمه الجائزة ومملكة البحرين في تمكين الممارسين وصناع السياسات من التعرف على أفضل الممارسات حول العالم من خلال دعمهم للجائزة بدورهم أعرب الفائزون عن فخرهم واعتزازهم بحصولهم على جائزة اليونيسكو الملك حمد لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم الرقمي منوهين بالدعم المتميز الذي تقدمه الجائزة ومملكة البحرين في صناعة السياسات التعليمية لقد فجئت بفوزنا بهذه الجائزة وسعدت كثيرا لأن أساتذة التكنولوجيا التعليمية لديهم فرصة عظيمة لنشر مشروعنا التعليمي ربما تكون البيانات صعبة على الطالب لكن حياتهم تعتمد على هذه البيانات معنى جائزتنا هو نقلهم إلى بيئة التعليم التكنولوجيا تم إتقانها لكن حياة الطالب تعتمد على النشاط وأفضل طريقة لتحقيق النشاط تعتمد على البيانات ونحن نجمع البيانات حرفيا مع التعليم وأتمنى أن يتقدم مشروع الاتصال هذا إلى الأمام مع مشروعنا التعليمي أنا سعيدة جدا لحصولي على جائزة اليونسكو الملك حمد لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم وقد كانت بعنوان إيديو كونت أمباكت وأشعر بفخر كبير أيضا وأتقدم بالشكر لملك مملكة البحرين لرعايته لمثل هذه الجائزة السنوية وقد تخلل الحفل عرض فيلم عن التعليم في مملكة البحرين وجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم بالإضافة لمقطوعات موسيقية من التراث البحريني قدمتها فرقة الأوركسترا الطلابية من مملكة البحرين هذا وتعكس جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم اهتمام المملكة المستمر بالتعليم من خلال تكريم الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي تعتمد أفضل الممارسات والاستخدامات المبتكرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بما يعزز التعلم والتعليم والأداء التربوي بشكل عام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة